موسيقى 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 أختني لما طلينا من عندك شوي تمشينا هيك باب البيت قلت لي فؤاد بحاول أحيانا أني أروح للعقبة على الدراجات النارية يعني بتهوى الموتور سايكل نعم أملك وعندك موتور بتطلعوا مع سوا هيك مجموعة بس أنت من الناس الحريصين وتسوقوا على مهلكم وغيره طي اللي بيحب الموتورات ويعني داخل هذا عالم عالم أنا عارف وبيأخذ الصحراوي وبينزل يعني هاي الطريق وغيره أش وداك على عضو في نادي اليخوت الملكي أنا كان إلي مركب أو قارب في نادي اليخوت وكنت عضو في نادي اليخوت وكل جمعة أكون في العقبة الصمح يعني كنت أطلع من عمان الساعة الثمانية إلى العقبة مباشرة حتى الولاد يعني من فرحتهم ومبسوطين كان إلي بيت في العقبة كمان نعم استثمرت في العقبة لما كان في إلي قارب في العقبة و حياة البحر هذه علقنا فيها إحنا الصحيحة فصرنا مش بس أولادنا كمان نحب أولاد جيراننا صحابنا أحبائنا نقولهم إنجراء العقبة لكي نأخذهم بالرحلات البحرية فعشنا تجربة حلوة كثيرا بالعقبة و حياة البحر كانت جميلة جدا نعم إلى أن وصلنا لما سنقولنا بكفينا يعني عندك خبرة في الصيد مثلا أو الصيد ما دخلته الصيد ما دخلناش فيه و عالم أفكر لكن قيادة القوارب هذا الكبار صغيرة للأحجام الجتسكيات كله صار فيه خبرات جيدة تحب هذه الهواية سؤالنا الأخير قبل أن نختم مع معليك نحكي بشكل عام من نظرة أنت الآن في المنزل تراقب عن كثب زي ما حكيت لنا إيش عم بيصير دعنا نسألك عن الشباب كيف تشوف العمل الشبابي الآن يعني حكينا قبل شوي عن الكشافة أهمية الكشافة لكن الكشافة الآن مغيبة يعني يجب أن نعترف بأنه الكشافة مغيبة لكن في هناك بدائل كيف عم تطلع على العمل الشبابي يعني يمكن ينتقدوني بكرة بس الآن لازم أحكي ضميري أحكي ضميري أنه الشباب يعني عم بضيع منها شوي شوي يعني الاهتمام فيهم مش بالطريقة المثلة اللي احنا يعني اشتغلنا عليها وكان فيه يعني اهتمام كثير في الموضوع الشبابي فأتمنى إن شاء الله على القائمين وأكيد مش رح يقصروا أنه التجربة السابقة اللي كانت ناجحة على الأقل يرجعوا جزء منها لأنه شبابنا بيستحق هسا في عنا شوي التقصير وإن شاء الله الآن مع الرئاس الجديد والرئيس الجديد للمجلس إن شاء الله يرتب الأمور لكن الوضع الشباب أنا مش مبسوط منه الرياضة يعني أكفدها دعم مالي إذا دعمتها ماليا الرياضة لأنه الرياضة تنافسية يعني مصروفة عالي جدا لازم ندعم الرياضة مدربين معسكرات استقباب خبرات سفر يعني في عندهم مشكلة الدعم المادي دعم المادي كمان إذا ما وفرنا إحنا إلهم كيف ندخل منافسات يعني عربية ودولية خصوصا أنه عنا طاقات قوية جدا يعني إذا بتطلع فؤاد في عنا كثير أشخاص تميزوا على مستوى العالم لما أخذوا الدعم فليش ما نكبر هاي المساحة لجميع الشباب الموهوبين يعني منقدر نحكي نداء للمسؤولين الحاليين الله يطور عموهم ويعطيهم العافية موضوع الشباب موضوع مهم جدا طالما هو في فكر وقلب جلالة الملك والذي يطلب منكم أن الرعاية الشبابية وحطوهم على سلم الأولويات أنا أطمئن إذا بدأوا العودة أنه يرجعوهم على سلم الأولويات نازم فقط هذه ملاحظتي وأتمنى يعني للمصلح العامة لا بالعكس يعني تقدم ملاحظتك بكل محبة وإحترام ويسر